تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء وذلك خلال اجتماع بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء وعدد من المسؤولين وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجهود المبدولة قبل وأثناء مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي ساهمت في ظهور المدينة في صورة حضارية مميزة كانت محل فخر للجميع تناول الاجتماع موقف مشروعات خدمة منظومة النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ كذلك استدامت منظومة تقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حيث وجه رئيس الوزراء بأن يقوم كل فندق بتنفيذ محطة معالجة صرف صحي خاصة به يروي بها المسطحات الخضراء لديها شكرا لديها ألعى فنقل اشترك شكرا لديها تصرح الشيخ شكرا لديها شكرا لديها